موسيقى أيها المشاهدين برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج تريند زراعي على شاشة قناة مصر الزراعي بنناقش من خلال برنامج تريند زراعي عدد من القضايا الهامة اللي تم تداولها خلال الفترة الأخيرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي سواء الأخبار والموضوعات البيئية والزراعية المطروحة على الساحة كمان بنستعرض لحضراتكم آخر التطورات المتعلقة بالمجال الزراعي علشان نكون نافزة لحضراتكم تقدروا تتعرفوا من خلالنا على أهم التريندات المتدولة على شبكة الانترنت كمان علشان نكشف الصحيح منها وننفي أي خبر غير صحيح وده من خلال وجبة متكملة من الأخبار اللي هتشوفوها معنا تابعونا دايما هنروح مع حضراتكم لأبرز الأخبار اللي هيتم تدولها في حلقة النهاردة من خلال برنامج تريند زراعي ومنها موائد الإفطار الجماعي طاقس رمضاني يثير الإعجاب في مصر معانا كمان الخبر التاني الذهب الأحمر رحلة تجفيف الطماطم من الأقصر إلى أوروبا خبرنا التالت النهاردة في تريند زراعي مصر الأولى عالميا في تصدير طرود النحل إلى الخارج كمان الخبر الرابع الزراع الألية تستعد لموسم حصاد الأمح واللي هيتم إن شاء الله خلال أيام والخبر الخامس لأول مرة انتخاب مصر لمنصب نائب رئيس هيئة تدابير الصحة النباتية بالأمم المتحدة وأخيرا مصر تواصل ريادتها في إنتاج وتصدير بطاطس المائدة هنروح مع حضراتكم لخبرنا الأول موائد الإفطار الجماعي تقصي رمضان يثير الإعجاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتتميز موائد الإفطار الجماعي في شهر رمضان الكريم بطبيعها الخاص كونها بتنبع من قيم إيمانية واجتماعية كمان بتعتبر تقليد سنوي مميز للشهر الفضيل في الخرى والمدن وفرصة لتجمع الأهل والأصدقاء والجيران على مائدة واحدة في مظهر اجتماعي بيشرح القلب زي ما بيقوله في أجواء رمضانية خطفت أنزار رواد مواقع التواصل الاجتماعي من يوم الخميس اللي فات لحد النهاردة مواقع التواصل الاجتماعي كلها في حالة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تنظيم أكبر مائدة إفطار في مصر في حي المطرية بمحافظة القاهرة واللي جمعت الآلاف من أهالي الحي إلى جانب الضيوف من المصورين ومدونين على مواقع التواصل الاجتماعية وكمان سفراء واللي وسقوا مكتطفات من هذه الفعلية الرمضانية اللي بتجسد روح المحبة والترابط الاجتماعي بين المصريين كمان مش بس المطرية لكن في دومياط نظبت نقابة المحافظين أكبر مائدة إفطار جماعي إمبارح السبت في شوارع مركز كفر سعد في دومياط وده وسط أجواء كارنفالية واحتفالية شهدت المائدة إقبال جماهيري كبير للمشاركة في الإفطار الجماعي وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سبوك صور مائدة الإفطار وسط ترحيب واحتفال كبير وده بالإضافة لتنظيم أهالي قرية السعادية القبلية أطول مائدة إفطار جماعي بدمياط حيث شهدت إقبال جماهيري من الأهالي وده للمشاركة في مائدة الإفطار يعني القرى المصرية يعني دايماً وكل مصر كل ربوء مصر بيكون في حالة من الحب والخير في محافظات مصر من قرى ومدن ونجوع سواء في وجه بحري في وجه إبلي في سينة في كل مصر خلال الشهر الكريم يعني خلونا نتعرف بشكل أكبر على مائدة إفطار المطارية واللي كانت حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الثلاث أيام اللي فاتوا يعني حالة من البهجة على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال اتصالنا مع الأستاذ محمد مفتاح منظم مائدة إفطار المطارية برحب بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا بوصفة البرنامج الجميع أهلا بحضرتك يمكن حالة من الجمال صنعها أهالي المطارية يعني أعرف أن ده السنة السبعة على التوالي اللي بيتم فيها تنظيم مائدة الإفطار وكل سنة ما شاء الله بتزيد يعني أنا بحييك وبحيي كل أهالي المطارية على هذا الجمال اللي يعني بيتكلم عن جمال الشعب المصري وكرم الشعب المصري مش بس في شهر رمضان لكن خلال أو طوال أيام السنة عايزة أتكلم عن الجمال اللي صنعوا أهالي منطقة المطارية ويكلمني عن الاستعدادات مشكر جدا لحضرتك ومشكر جدا لدخلت حضرتك الجميلة عن المطارية وعن أهل العزومة هي دي إن شاء الله الحفلة دي الخميسة اللي فات كانت السنة التسعة من 11 سنة احنا فيه سنتين ما عملناهاش بسبب كانت فترة كورونا عدت وكان دي الصراحة فترة عصيبة علينا عشان احنا كنا اتعودنا على حفلة الفطار الجماعية فالحمد لله بعد فترة كورونا بدأنا عملناها السنة اللي فاتت اللي قبلها وعملناها يعني السنة اللي فاتت وعملناها السنة دي الميزة إن في حفلة الفطار دي مش مفيش حد مسؤول عنها هي فيها منطقة كاملة مسؤول عنها يعني عندي راجل كبير عنده 60 سنة بيقدر ينزل الساعد على عد ما يقدر بيجي فرشة ويلون الرصيف عندي طفل عنده خمس سنين وست سنين بيجي فرشة ألوان نرسم له الرسمة على الحيطة يبدأ يلون يعني الحمد لله إحنا لوننا الميزة كلها رسمنا فيها رسولة ميزة رمضان ورسمنا فيها الباجة عشان اللي يجيجوا يجيجوا يحسوا بأجواء رمضانية يحسوا بالفرحة ورمضان اللي هو محدش يحسوا في العالم كله إلا يوم 15 رمضان في المطارية يمكن بيتم عرض فيديو للاحتفالية والكارنفال الكبير اللي بيبين مدى كرم أهالي المطارية يمكن فيه أعداد غفيرة بتشارك هل الموضوع مقتصر على أهالي المنطقة ولا بيتم الترحيب بأي حد كمان الأعداد السنة دي كانت وصلت لك تقريبا أنا عارف لا يمكن حصر الأعداد لكن تقريبا وصلت لك إحنا كنا بنتكلم في شمس تلاف أجبة الحمد لله ده اللي عالت رجزات فالعدد اللي كان وقف على الأرض ده فالعدد اللي عالت رجزات فإحنا ممكن نقول مثلا فرنجل عشر تلاف حاضرين عشر تلاف شخص آه الميزة اللي جاي مش جاي يأكل مش جاي عاوز يأكل نوع معايا من الأكل إحنا جاي من هولو لا ده عاوز يجي يحضر عاوز يفرح عاوز يحسر عاوز يحسر برمضان عاوز يوقف كده تلاقي يعني رمضان شغالة تروس شبابية شغالة على الأرض متأسمين شغالين بالنظام يعني ممكن ما تلاقي الشركة التنظيم تقدر تعمله وفيه ناس مختصة بالمطبخ ناس مختصة بالحلوات الشرقية كل ده متطوعين ناس مختصة بالتغليف ناس مختصة بالميديا استقبال الصحفيين ناس مختصة بالأرضيات اللي هو استقبال الزائرين واعادهم على التربزات ناس فيه شباب مختصة اسمها التغليف بياخدوا من المطبخ التغليف يوصلوا للنقاط يعني أنا منتكلم فيه عندنا لدرات مسؤولة عن كل مجموعة شباب عندنا الحمد لله السفير الكوري يجي بدون حراسة عندنا بلوجر جانب كتير جم لحفظة الفرار عندنا وكالات أنبايا عالمية جت وبقى جانب الحمد لله ما فيش بنحمد ربنا الحمد لله وده بفضل ربنا وخلاص ما نية لله اللي يطلع حل ما فيش مشكلة حصلت ما فيش مشكلة في تأمين السفير قاعد على ترابيزة مع المواطنين عادي خالص نفس الأكل اللي نزل للناس هو النفس اللي أكله وعجبوا جدا كال محشي وكال طاجن لحمة فهنا عندنا ما فيش حمد لله كان فيه بنات وسطنا كتير جدا وبنات صحفين وبنات وأسر وأهلنا وأخواتنا كانوا موجودين ما فيش حالة تحرش واحدة احنا كنا بس بنحاول نوصل رسالة لمصر وللعالم كلها إن هي دي المطارية بوز صغير جدا من مصر اللي هي البلد طولها تبدأ طول عمرها بلد أمن وأمان حتى من غير أمن احنا أمنها يعني الشعب المصري إن شاء الله يبدأ طول عمره هو أمنها هو اللي يحافظ عليها وهو اللي إن شاء الله هيوصل رسالة العالم كله هي دي مصر هي دي الفرحة أنا عامز أقول لحضرك إن كان فيه بلوجر سعودي تقيل جاي وقابل مواطنة سعودية هم جايين يقول لها وإحنا ليه معندنا الشمزة ده في السعودية يا دي حاجة فرحيتني إن هو في حاجة زي كده عندنا إحنا بس يمكن نقدر نسمي الحالة حالة البهجة والسرور والفرحة اللي صناعتها أهالي منطقة المطارية بالقوى النعيمة الشعبية هو يدي بالضبط المعنى الصحيح لملخص اليوم القوى النعيمة والترويج للأمن والترويج لأمان البلد وللمنطقة أنا منتكلم دي منطقة شعبية بعدها هدور فرنج عشر تلاف فرد عندي سفير عندي أجانب عندي وكالات عندي كاميرات مفيش حد يغلس على كاميرا مفيش حد يعتاد على واحد عند البنت لما بتمشي الشباب بتلاقي فيه فرد شاب بيواقبش قدامها بيوسع الشباب عشان اللي مش واخد باله أو ميت بيضهروا ليها عندي حالة أسرية إحنا كنا نسمينها لمة عيلة هي دي العيلة مش عيلة المنطقة أستاذ محمد حضرتك قلتيني إن عشر تلاف شخص حضروا المائدة وتم تقديم الوجبات بالفعل لهم تقريبا يعني عشر تلاف أكيد فيه أسئلة كتيرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وبين المواطنين التمويل نفسه بيكون من الجهود الزاتية من أهالي المنطقة كمان اللي أنا عرفه لما بدأته من تسع سنين بدأته بشارع واحد النهاردة كان شارع بيشارك فيه المائدة إحنا الحمد لله إحنا عملنا أنا وقدت بقول له حضرات إحنا عملنا فوق الخمس سلاف وقبة بس إحنا مكنش متخيلين للعدد ده كله هيكون جاي إحنا عندي عندي فنانة جاة تغطي الحدث إحنا من سنة التسع كنت بدأت بخمس أفراد أول سنة خالص لعظمنا بدأت بخمس أفراد بعد كده بدأت إخواتنا كبار نكبر ونعزم وننزل أهلينا ونعزم صحابنا بدأت نعزم صحابنا اللي مش موجودين في المنطقة اللي جوزوا ومشوا فلا إنت بقى لك فترة مش قبتناش تعالي إحنا عمليون فطار تعالي نتجمع في يوم نفرح مع بعض ونشوف بعض بقت اليوم ده بقى هو تجمع ناس بقى لها فترة كبيرة من شفيتش بعض وصلت للمحرارة اللي إحنا مش مختصة على أهل المنطقة لا ده هي مختصة يعني سيبينها للوطن العرب كله أنا عزي أقول لك أبو الله حضرتك كان عندي وفد إماراتي وفد سعودي وفد بحريني وفد وفد وردوني كان عندي بلوجر سعودي كبير كان عندي بلوجر مغربي كل دولة موجودين جايين مخصوص من بلدهم عشان يحضروا اليوم ده التمويل بيكون بالجهود الزاتية بين الأهالي التمويل كله بالجهود الزاتية الأهالي في البيوت بيبدأوا يساعدونا مثلا ينزلوا اللي يقدروا عليهم مع الحلل المحشي ده من نزل والباقي بيبدأ كل المنطقة تبدأ تجمع اللي بيقدر عليهم ما فيش فرض على حد لغاية لما نجمع ونقدر حتى كمان التجار بيساعدونا يعني التجار لما بيلاقي حد بيسعى في خير بيعمل مثلا يدينا الحاجة بسأسعار مخفاضة مش زي بره فبنبدأ مثلا نقدر من اللي نمي اللي عاملين بجيت لكل حاجة يعني مثلا التلوين والألمان اللي هم مبلغ معين ما نقدرش نتعداه بنحول على قد ما نقدر نعمل كل الشباب وكل التلوث اللي في الشارع دي كل ده تطوعي الفراشة كمان كل ده تطوعي نفخ البلالين كل ده احنا اللي بنعمله كل ده احنا اللي بنحول نرسم البهجة في المنطقة بتستعدوا من إمتى للمائدة والله من رمضان للرمضان بدأنا نستعد للسنة العشرة نعم بدأنا نستعد للسنة العشرة ان شاء الله ان شاء الله بتبدأوا من النهار ده من يوم ما خلص الانفطار يعني الانفطار خلص المغرب العيشة بعد العيشة بأول حاجة بنعمل ايه الأخطار اللي احنا وقعنا فيها كويس ده فيه كذا 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 ازا تتعالج وكل واحد بيقول مقتراحاته يعني احنا شباب بنبدأ عندنا جروب بنبدأ نقول مقتراحاتنا لبعض ايه السلبيات ونقدر نعليجها ازاي يعني نفضل نخطر كذا لغاية رمضان الجاي العملية بتتم وفق دراسة مش ان احنا بنحط كراسي وبندعو الناس لا 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 طبعا دراسة وتنظيم ومش اللي هو مثلا سابينها كذا عشان كذا حضرك تلاقت بالشكل اللي حضرك شايفه هو بصراحة هو بصراحة شكل مبهج يعني بيدل ان دي مصر اللي بجد انا بشكرك استاذ محمد مفتاح احد المنظمين لمائدة الافتار في منطقة المطارية وبشكر كل اهالي المطارية اللي يعني بينوا ان مصر دايما فيها حاجة حلوة وده جمال مصر وجمال شعب مصر في منطقة المطارية وكمان في كل ربوع مصر في الكرة والنجوع والمدن والمحافظات المختلفة لان ده شهر الكرم شهر الخير ومواقع الرحمن وفق السياقات التاريخية بدأت من هنا من مصر كل الشكر والتأدير والتحية لحضرتك ولكل اهالي المطارية يعني هنروح مع حضراتكم للخبر التاني واللي بيكون فيه الذهب الاحمر رحلة تجفيف الطماطم من محافظة الاقصر الى اوروبا كل سنة حضراتكم بيبدأ اخواننا المزارعين في محافظة الاقصر تحديدا لان محافظة الاقصر ومحافظات الصعيد بتشتهر بزراعة الطماطم في مساحات كبيرة جدا بيبدأ نشاط مهم جدا وهو تجفيف الطماطم وطبعا عملية تجفيف بتكون من خلال المناشر اللي بتكون من خلال اشعة الشمس وبيبقى عندنا منتج صحي وامن في مصر وبدأ المشروع ده من سنين والطماطم المصرية لها قبول كبير جدا للأسواق الأوروبية ومنطقة دول أمريكا الجنوبية علشان نطلع كيلو واحد من الطماطم المجففة بنحتاج عشرة كيلو من الثمار الطماطم الطازجة كمان بتدخل فيه الطماطم فيه صناعات غزائية زي الصلصة والمقبلات ومكونات البيتزا وغيرها من الاستخدامات التانية مصر بتحتل المرتبة الخمسة عالميا تاني مصر بتحتل المرتبة الخمسة عالميا في انتاج وزراعة الطماطم وبتيجي أهمية المشروع ده في تقليل الهادر من الطماطم وكمان توفير فرص العمل للشباب خلوني أقول لحضراتكم بمناسبة أن مصر بتحتل المركز الخامس عالميا في انتاج وتصدير الطماطم أن مصر من خلال وزارة الزراعة والتصلاح الأراضي ومعهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية بيتم انتاج طماطم تقاوي طماطم مصرية من خلال البرنامج الوطني لانتاج تقاوي الخضر يمكن الطماطم من أهم محاصيل الخضر اللي بيتم زراعتها في مصر وخلال السنين الجاية إن شاء الله يعني هنشوف التوسع في زراعة التقاوي المصرية والهجن المصرية من محصول الطماطم وده هيساعد بشكل كبير جدا في تقليل الفاتورة الاستيراضية من تقاوي الخضر لجميع الأنواع مش بس الطماطم لكن لعدد كبير جدا من تقاوي الخضر المختلفة الباحثين في البرنامج القومي لإنتاج تقاوي الخضر شغالين في عدد كبير جدا من المحاصيل المختلفة خلوني أروح مع حضرتكم للخبر الثالث مصر الأولى عالميا في تصدير طرود النحل الحي للخارج يمكن تفوق جديد لمصر بيخليها في الصدارة وهو احتلال مصر للمركز الأول عالميا في تصدير طرود النحل الحي وفقا لمعلومات مركز الوزراء بيبلغ إجمالي اللي بتصدره مصر للخارج حوالي 1.3 من عشرة مليون طرد نحل حي كل سنة وده رقم كبير جدا وخلال سنة 2021 تم تصدير حوالي 3200 طن عسل إلى الخارج كمان بتبلغ قيمة صادرات مصر من منتجات نحل العسل ومستلزمات الانتاج حوالي 300 مليون دولار وبيبلغ إجمالي إنتاج مصر من عسل النحل حوالي 30 ألف طن ده غير إن مصر بتمتلك حوالي 2 مليون طائفة وخلية نحل وبشتغل في مجال تربية نحل العسل في مصر حوالي 25 ألف أسرة مش بس كده لكن كمان في قرى في مصر بتقوم على صناعة ويعني تربية نحل العسل ومنها الأشهر القرية الأشهر في مصر قرية حصة شفشير بمركز طنطا في محافظة الغربية كل أهالي القرية بيشتغلوا في هذه الوظيفة في تربية نحل العسل وإصناعات القائمة على هذا المشروع الهام وكمان قرى مركز بنها في محافظة اليوبية خلنا نتعرف بشكل أكبر على هذا الموضوع الهام والتفوق الكبير لمصر والريادة في مجال تصدير طرود نحل العسل الحي والمصر خلال السنوات الأخيرة الماضية متفوقة فيه بشكل كبير والمنافسة شرسة لكن يعني أولاد مصر قد التحدي وقد المسئولية هيكون معنا الدكتور محمد فتح الله رئيس قسم بحوث نحل العسل بمعهد وقاية النباتات التابعة لوزارة الزراع والسلطاح الأراضي برحب حضرتك معنا يا دكتور أهلا سينار حليك أفندي وكل أستاذة مشاهدي مصر زراعية وحضرتك بخير وصحة وسعادة يمكن زي ما قلنا أن مصر بتحتل المركز الأول عالميا في تصدير طرود نحل العسل الحي ما هي طرود نحل العسل الحي هل هي بتختلف عن العسل ومشتقات العسل في البداية طبعا طرد النحل هو عبارة عن النواء اللي بيبدأ بها أي مقبل على إنشاء مشروع منحل بدايته بيبدأ بطرد النحل طرد عبارة عن آلاف من الشغالات وملكة ملقحة وممكن يكون معها زكور أو ما يكونش معها زكور تعتبر النواء والنواء دي بتبدأ تنشط وتكبر وتقوى من خلال وجودها في منطقة مراعى قوية أو منطقة زراعية تمتاز بوجود مراعى من النباتات اللي بيستفيد منها النحل ويكون فيه تنوع من هذه المحاصيل هذا يعتبر هو الطرد الطرد ده عبارة عن مجموع أو الطائفة بتاعة نحل العسل اللي هي المجتمع بتاع نحل العسل اللي هو بيقوم بالأنشطة المختلفة وبنتحصل منه على المنتجات المختلفة ده اللي هو بيتكون من الملكة والشغالات وخلافه بزبوط كده؟ تمام حضرت طيب ايه الميزة التنفسية في مصر اللي بتخلي عدد كبير جدا من الدول بيقبلوا على استيراد طرود نحل العسل من مصر خاصة ان المنافسة شرسة مع عدد جو المعتدل اللي هو بيدي اتاحية لأن النحل يكون نشيط على مدار العام تقريبا مع تنوع المحاصيل الزراعية على مستوى الجمهورية مصر بتتوسط المنطقة السوق الأكبر لشراء الطرود اللي هي المنطقة العربية والمنطقة الأفريقية بتتوسطها مصر بتمتاز بظروف جوية ومناخية قريبة الشبه من الأجواء الموجودة في الجزيرة العربية وأشقانة في الخليج العربي مصر بتمتاز بالسعر المنخفض للطروط هو يعادل تقريبا أقل من ربع مسئلاته على مستوى العالم بتمتاز النحل اللي هو هاجين ما بين سلالات العالمية سوانترينيولا والإيطالي والسلالة المصرية اللي تمتاز أنها تتحمل الإصابة بالأمراض المختلفة بالإضافة لتحملها للظروف المناخية أغير موتي يعني أفهم من كده أن السلالات المصرية بتمتاز بمقاومة الأمراض يعني ده ميزة نسبية بتمتاز بها النحل المصري مضبوطة يا دكتور هي هي مش مقاومة بمعنى إنما تحملة هي أكثر تحملة للإصابة بالأمراض عن السلالات العالمية نتيجة للتهجين الحادث بين سلالة النحل المصري أو مطلق عليها سلالة النحل الفرعوني وبين السلالات الأخرى فبالتالي بتكسبها بعض الجينات اللي هي بتديها صفة تحمل الإصابة بالأمراض يمكن قسم بحوث النحل في معهد بحوث وقاية النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية في وزارة الزراع ليه دور كبير جدا في يعني النهوض بهذه الصناعة المهمة جدا وهي صناعة نحل العسل في مصر ويمكن في عدد كبير جدا لا يخفى على أحد من التحديات أما التغيرات المناخية وغيرها من التحديات التانية اللي بتواجه هذا القطاع الهام عايزة تعرف من حضرتك ايه أبرز اللي بتقدموه القسم للمستثمرين وليه صغار المربين في هذا المجال الهام اللي بيممثل يعني فرصة لفرص العمل لعدد كبير جدا من الشباب والمرأة المعيلة في القرى المصرية هو طبعا زي ما حضرتك ذكرت ان في مجودات أددت لنهوض بطنعة ناحية العسل ولعلها المجهودات التي تنسلها القيادة السياسية العليا لنهوض بكافة مناحي الحياة في مصر وعلى أهمها النشاط الزراع والقطاع الزراعي وزارة الزراع بتولي الزراع أهمية كبيرة وهو ده أدى إلى نمو القطاع الزراع وزادة الإنتاجية وعلى أهم رأس أو رأس هذه الاتجاهات أو المجالات في القطاع الزراعي مجال تربية ناحية العسل اللي بتولي في البزارة أهمية خاصة نتيجة لأهميته في تلقيح المحاصيل وزادة الإنتاجية وتحسين نوعيتها بالإضافة لأنه مصدر للعملة الصعبة لنتيجة للعملية الصادرات طبعا من أهم التحديات اللي بتواجه عملية صناعة ناحية العسل في مصر زي ما حضرت أشارت كده التغيرات المناخية اللي احنا بنلمسها وأثرت على جميع مناحي الحياة بتأثير مباشر على النحل نفسه وعلى السلوكيات وعلى الفيسيولوجي وعلى الطائفة بأفرادها مختلفة أو تأثير غير مباشر على النباتات فالمجابة للتغيرات المناخية هو محصلة جهود جميع التخصصات في مركز الوحوظة الرعية بداية من المقننات المائية والاستخدام الرشيد للمياه والاستخدام الأمثل للوحدة المياه إضافة إلى الاستنباط محطي تتواءم مع الضرارات المناخية بما يتلاءم مع نشاط صروح نحل العالم يمكن جهد كبير بتون به وزارة الزراع والإصلاح الأراضي ومركز البحوث الزراعية من خلال قطاعات ومعهد والبحثية المختلفة وعلى رأسها قسم البحوث النحل في معهد وقاية النباتات التابعة لوزارة الزراع والإصلاح الأراضي للنهوض بهذا القطاع الهام والمصر بتتميز فيه بشكل كبير بشكر حضرتك شكرا جزيلا الدكتور محمد فتح الله رئيس قسم البحوث نحل العسل بمعهد وقاية النباتات يمكن نروح للقبر أهم خلال الفترة الجاية إن شاء الله هيتم حصاد الذهب الأصفر محصول الأمح الزراع الآلية بتستعد لموسم حصاد الأمح مع قرب موسم حصاد الأمح بتستعد وزارة الزراع وتحديدا قطاع الزراع الآلية من خلال إجراء كافة عمليات الصيانة اللازمة لجميع الألات بمحطات الزراع الآلية والميكنة الزراعية وده بيضمن استعدتها لموسم حصاد محصول هام وهو محصول الأمح وتقديم الدعم للمزارعين والجمعيات الزراعية المختلفة في كل قرى مصر وتوعيتهم بأهمية استخدام الميكنة الزراعية والزراع الآلية في كافة المراحل بداية من تجهيز التربة وحتى الحصاد خلونا نتعرف بشكل أكبر على الجهود الكبيرة اللي بتقوم بها وزارة الزراعة من خلال قطاع الزراعة الآلية من خلال اتصلنا مع الدكتور عادل الأشقر رئيس قطاع الزراعة الآلية برحب حضرتك معنا يا دكتور يمكن الزراعة الآلية خلال الفترة الحالية استعدادات قصوى من خلال المحطات المختلفة المتواجدة في كل ربوع مصر في كل المحافظات والمراكز وايضا القرى استعدادا لحصاد محصول الذهب الأصفر الأمح ويمكن احنا شفنا السنة اللي فاتت كان نيكم دور كبير جدا في حصاد الأمح في المشروعات التنموية الكبرى سواء في نوينات أو مشروع تشكة أو كمان مشروع مستقبل مصر الزراعي عايزة تطمن من حضرتك على استعداداتكم السنة دي إن شاء الله للموسم الجديد بسم الله الرحمن الرحيم كل سلام الطيبين أولا ومناسب الشهر رمضان الكريم قطاع الزراعة الألية زي المساعد أكعارف أنه بيدوم 135 محاطة ميكانة زراعية على مستوى الجمهورية منها ما يخدم المساحات الصغيرة في الدلتة ومنها ما يخدم المساحات الكبيرة في المشروعات الأملاقة زي ما حق قلت تشكة والفرفرة وشاري العوينات والضابع جلوب مطروح وطبعا مع المزارعين أصحاب المساحات الكبيرة في تلك المناطق طبعا محصول الأهم من أهم المحاصيل الاستراتيجية في العالم وفي مصر بصفة خاصة لذلك كانت توجهات الكادة السياسية ومعالي الوزير الزراع السادة وقصير بالاهتمام الشديد بكل ما يتعلق بمحصول الأمح طبعا شرفنا فخامة الرئيس عرفتاح السيسي العام الماضي في تشكة في افتتاح موسم حصاد الأمح وكان لأول مرة تكون مزارة الزراعة بحصاد مساحة 70 ألف فدان في تشكة والفرفرة وعند طبعا اهتمام الكادة السياسية ومعالي الوزير بمحصول الأمح كان من أهم الاهتمامات دي هي الزراعة التعقدية وتحديد سعر الأردب توريد الأمح قبل الزراعة ووضع سعر جيد لكل الأردب ده ساهم بشكل جدا في زيادة المساعة المنزارعة في مطر وكان لقطاع الزراع الليلية دور هام جدا من خلال توفير عمليات الخدمة وتسوية التربة بالليزر وأهم من كده كمان توفير السطارات ما يصل لأكثر من 400 سطارة على مستوى الجمهورية لزراعة مساحات الأرز في جميع نحاق الجمهورية وخاصة الزراع على مصاطف وكمان رعينا المحصول بمعدات القطاع أثناء عمليات الخدمة المو المحصول من رش المبيدات والمغازيات الورقية سواء في المساحات الصغيرة أو في المساحات الكبيرة والحمد لله احنا وصلنا حاليا لمرحلة الحصاد الآلي قطاع الزراع الألية بيستعد في شكل جامد جدا وكبير جدا في توفير ألات الحصاد سواء الألات التي هي على الجرارات أو الألات الزيتية الصغيرة التي هي بتقوم بعملية الحش والتربيط وكذلك المعدات الكبيرة التي هي كومبينات حصاد الأمح وده الحمد لله عايزة أبشر سيادتك أنه أمس بدأ حصاد الأمح في منطقة توشكة بعدد 40 كومبينات عرض من 7 إلى 9 متر وإن شاء الله قريبا سيبدأ الحصاد في منطقة الفرفرة وعين دالة والحمد لله الأمور مباشرة بالخير لإنتاج السنة دي ما شاء الله أحب أطمن كل من يهتم بمحصول الأمح أن هذا العام هو عام مختلف تماما عن الأعوام السابقة وإحنا كقطاع الزرار الألمية يهمنا جدا أنه نوفر كل المعدات الخاصة بحصاد الأمح في الدلتة وفي المساعات الكبيرة إن شاء الله هل حصاد الأمح أو خلافه من المحاصيل الزرعية المختلفة يعني من خلال الميكانة الزرعية والآلات الزرعية الحديثة ده بيقل الهادر في عمليات الفاقج الاستخدام الميكانة سواء من عملية الخدمة لعملية الحصاد أول حاجة سيادتك ده بيقل تكاليف الانتاج على المزارح فبالتالي بيزود الداخل ده من خلال توفير التقاوي وتوفير الأسمدة عن طريق استخدام آلات ناس للأسمدة وأثناء عملية الحصاد طبعا استخدام الميكانة بيقل الهادر والفاقج في المحصول لأن الآلة وهي بتشتغل بيتم معايرتها وظبطها بجميع أجزاءها بحيث أن هي لا تفقد أي أي فاقد في الحبوب أثناء الحصاد هل ترخلاف جودة المنتج أثناء الحصاد سيادتك عارف أن القمح لما بيتورد للصوامع بيبقى له رتب الرتب دي بيتحدد عليها سعر التوريد للأرداب فبالتالي استخدام الميكانة بيؤدي لنظافة الحبوب بشكل كبير جدا وبيصل للفلاح لأعلى رتبة فبيحصل على أعلى دخل له أثناء توريده للمطاحب أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الدكتور عادل الأشقر رئيس قطاع الزراعة العالية بوزارة الزراعة واللي طمن حضرتكم وطمننا الحمد لله أن السنة دي سنة مبشرة بالخير بشاير خير الحمد لله في حصاد محصول الأمح الإنتاج مبشر إن شاء الله خلال السنة الحالية وده طبقا لتصريحات الدكتور عادل الأشقر رئيس قطاع الزراعة العالية بوزارة الزراعة خلونا نروح مع حضرتكم لخبر مهم جدا نجاح جديد ويضاف لوزارة الزراعة والإصلاح الأراضي وأيضا الإدارة المركزية للحجر الزراعي لأول مرة انتخاب مصر لمنصب نائب رئيس هيئة تدابير الصحة النباتية بالأمم المتحدة تم انتخاب مصر وده لأول مرة لمنصب نائب رئيس هيئة تدابير الصحة النباتية بالاتفاقية الدولية لوقاية النباتات بالأمم المتحدة لمدة عامين وده تم إعلانه خلال اجتماعات الدورة السبع السبع من هيئة تدابير الصحة النباتية بالاتفاقية الدولية لوقاية النباتات بالأمم المتحدة والتي تم عقدها بمقر منظمة الأغزية والزراعة للأمم المتحدة بروما هذا الإنجاز غير المسبوق بيعزز من مكانة جمهورية مصر العربية في مجال الصحة النباتية والحجر الزراعي على المستوى الدولي كمان بيساعد في سرعة النفاذ للعديد من الأسواق التصديرية الهامة يمكن زي ما قلت لحضراتكم هو نجاح كبير بيتم لمصر ووزارة الزراع والاستصلاح الأراضي ولكل مواطن مصري خلونا نعرف أكتر عن تفاصيل هذا الخبر الهام ويمكن مصر خلال الفترة الأخيرة نجحت فيه فتح أسواق تصديرية مهمة جدا لعدد من الدول المختلفة كمان هناك زيادة في صادرات مصر الزراعية وده خلال الفترة الأخيرة السنة اللي فاتت وصلت صادرات مصر لحوالي 6.5 من 10 مليون طن من الصادرات الزراعية المختلفة سواء من البطاطس أو الموالح أو الفراولة المجمدة أو كمان الخضار الخضروات وعدد كبير جدا من الفكهة وكمان عدد من منتجات اللي بتتم دخولها في الأعلاف خلونا نروح للخبر الأخير مصر تواصل ريادتها في إنتاج وتصدير بطاطس المائدة زي ما حضراتكم عارفين أن مصر بتعتبر من الدول الرائدة في إنتاج وتصدير البطاطس بمواصفات قياسية وده وفقا لتقارير وزارة الزراعة فإجمال كميات بطاطس المائدة المعدة للتصدير واللي تم فحصها من بداية العام الجاري حتى نهاية مارس الماضي بلغت حوالي 526 ألف وربعمية تسعة وعشرين طن وده بإجمال عينات 20 ألف عينة وربعمية وسبعين عينة فيما يتعلق بعدد العينات أو الفحص الظاهري لعمر 75 يوم من الزراعة بلغت خلال شهر مارس حوالي 560 عينة كمان و266 عينة للصيفي فيما بلغ الإجمال للعام منذ بداية العام وحتى نهاية مارس حوالي 7947 عينة للعروة الشتوية و698 للعروة الصيفية خلونا نتعرف بشكل أكبر على هذا الموضوع الهام خاصة أن مصر تكون لها الريادة في تصدير البطاطس من خلال اتصلنا مع الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس مرحب بحضرتك معنا يا دكتور أهلاً بحضرتك وأهلاً بكل السادة المفاهدين وكل عام وحضرتك طيبين طبعاً حضرتك بخير وصحة وسعادة وكل الشعب المصري بخير وصحة وسعادة يعني مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس دي دور كبير جداً في المنظومة التصديرية لهذا المحصول الاستراتيجي وأيضاً التصديري خاصة أن البطاطس مش بس محصول أو بيتم استخدامها على النطاق الجزائي أو الترفيهي فقط لكن هي أصبحت يعني من الأطباق الرئيسية على الموائد في مصروف كل أو معظم دول العالم عايزة أتكلم عن أهمية أو ما تم خلال الفترة الأخيرة من جهود من المشروع لزيادة الصادرات لهذا المحصول لها هو زي ما حضرتك قلت أن المشروع أو الكيان دوت هو بيلعب دور محوري وأساسي جداً في العملية التصديرية اللي أحد أهم محاصيل التصديري أرى وهو البطاطس زي ما حضرتك عارف أن البطاطس هو المحصول رقم 2 في التصدير بعد الموائد المشروع طبعاً هو بيقوم بمنظومة أنه حضرتك طبعاً لين دور أنه بيأسسه بتأسيس وسلانة المناطق الخالية اللي هي المناطق المصرح لها للتصدير المشروع هو اللي بيأسسها هو اللي بيأمناها عملية التصيامة بالإضافة لكده حضرتك الفحص طبعاً كل البطاطس المائدة اللي بتصدر لمختلف دول العالم المشروع هو اللي بيفحصها هو الجهة الوحيدة في جمهورية مصر العربية اللي بيقوم بهذه العملية الفحص الشهادة بتاعته طبعاً ده موطرفة في جميع دول العالم في جميع أنحاء العالم شهادة المشروع العفل البني للبطاطس بمعنى أنه ما فيش أي حبيت بطاطس هتقرب بره البلد إلا بشهدت المشروع العفل البني للبطاطس كذلك حضرتك التقاوي البطاطس اللي داخل البلد لازم حضرتك تعدي على المشروع ولازم نفحصها عشان نتأكدت كله وهم من مرض العفل البني والعفل الحراس ده بالنسبة للبطاطس اللي بيتم استخدامها في الأسواق المحلية البطاطس اللي بيتم تصديرها منظومة التصدير طبعاً فيه البطاطس من المحاصيل اللي نقول اللي هي الجيدة جداً الحظ لأنها لها منظومة بعكس المحاصيل الأخرى فمنظومة التصدير هو حضرتك بيحدد المناطق اللي بيحدد مناطق بعينها اللي بيتم فيها الزراعة بتبقى التقاوي بتاعتها معتمدة بيبقى حضرتك التقاوي بتاعتها لازم تصفحك الأرض طبعاً قبل الزراعة يكون مفخوشة ومتأكدين من خلوان من المرض العفل البني البطاطس البطاطس اللي بتقرد بره البلد برضو تنتأكد أنها خانية من المرض العفل البني البطاطس يمكن المساحات اللي بيتم زراعتها بمحصول البطاطس محصيل أو مساحات كبيرة جداً وعلى نطاق واسع وفي عدد من المناطق المختلفة في مصر سواء في توشكا، العينات، الفرفرة في مشروع مستقبل مصر في الوادي الجديد وغيرها من المناطق المختلفة ومحافظات الصعيد المختلفة إزاي بتتبعوا المزارع دي والبيفود؟ هل بيتم استخدام التكنولوجيا الحديثة والأقمار الصناعية في متابعة المزارع؟ بسا حضرتك في التزام حضرتك قلت إحنا عندنا حوالي 642 ألف سدان في المناطق الخالية دون متوزعين على مختلف محافظات جمهورية مصر العربية أثناء الموسم التصديري بيجيب أحضرتك أنت عندك حوالي 900 ألف سدان من إجمال المناطق دي بيكون مزروعة بالبطاطس عملية حضرتك أنت تتبعها بالطريقة التقليدية طبعاً هي كانت عملية في منطقة الصعوبة وما ينفعش دلوقتي في ظل المسيحات الواسعة وفي ظل إنها طبعاً المناطق الخالية دي موجودة في أماكن بعيدة زي ما حضرتك قلت يعني إحنا عندنا محافظات كتير يمكن أكتر محافظة طبعاً البحيرة يريها محافظة عندنا الوادي ومحافظة أسوان بتشمل بقاشر اللوينات والوحاة والفرافرة والدخلة فكل ده حضرتك مناطق طبعاً تعتبر بعيدة فإحنا حضرتك عملنا حاجة اسمها وحدة الرصد المتابعة أو وحدة الجيومكاني دي حضرتك الوحدة دي اعتمدت في التطبيق أو إحنا بنطبق فيها حضرتك حاجة اسمها نصم المعلمات الجغرافية وتقنية الاستشار عن بعض وبنستخدم حضرتك صور الأمار الصناعية في امتابة هذه المناطق بمعنى أننا حضرتك أننا طبعاً اترسمت خارطة جغرافية لكل المناطق الخالية على أساس الإحداثيات والمعلومات الجغرافية حضرتك بقى حضرتك كل الأماكن الموجودة عندنا بننزل أثناء الموسم التصديري بننزل حوالي خمسة ونصف مليون صورة فضائية لأماكن المناطق الخالية دي فإحنا حضرتك بنتابع كل الأكواد أو الوثات المزروعة أثناء الموسم عن طريق صور الأمار الصناعية عن طريق وحدة الرصد والمتابعة بالإضافة لكده حضرتك أنا عندي مهندسين مناطق الخالية اللي هم حضرتك أثناء الموسم ما بيكونواش عندي في المشروع دول بيكونوا في المواقع أو الوثات المزروعة فإنت حضرتك أنت كده بتتابع المناطق الخالية أثناء الموسم عن طريق حكسين وحدة الرصد المتابعة وصور الأمار الصناعية والمهندس كمان اللي موجود في البيبوت على أساس أن أنا حضرتك أربط ما بين البيانات اللي بيجي بالي المهندس ومن بين الصورة الفضائية اللي هي بتدخل على البيبوت فقدر أعرف مدى مثلا لو فيه خطأ للمهندس أو مدى مدى طبعا ده بيدمن هقول لخضرتك حاجة أن أنت بقى عندك كنترول على المهندس أن البيانات اللي هو بيجمهولك أنت تعمل عليه كنترول لأن أنت بتتأكد لأن حضرتك عن طريقة الصورة الفضائية وتقديمة الصراع عن بعض إحنا بقى نتابع كل حاجة يعني بنتابع معادة الزراعة معايدة الزراعة فلو المهندس جاب لي معادة الزراعة مختلف أو مش مزبوط أنا بعرف من خلال الصورة الفضائية من خلال تقنية الصراع عن بعض حضرتك الحصاد من تابع الحصاد المساحة المحصولة من تابعها عن طريق تقنية الاستشعار عن بعض إذن كل البيانات اللي هو بيجيبها للمهندس اللي هو موجود في أرض الواقع أنا حضرتك من خلال الوحدة وإحنا موجودين في المشروع بنقدر نعرف إذا كانت البيانات دي مزبوطة أو غير مزبوطة فده طبعا عمل أن أنت حضرتك بقيت أنت تقدر تتأكد وتتابع بكل سهولة ويسر كل المناطق الموجودة عندك على مختلف المحافظات بالإضافة كده طبعا إحنا الموسم دوت عملنا حاجة كويسة جدا لكل السادة المستثمرين اللي لهم زرعات أثناء هذا الموسم اللي هي حضرتك عملنا حاجة اسمها تابع مزرعتك قدمنا لهم حضرتك كل المستثمرين حاجة رابط إلكتروني أو من خلال الرابط الإلكتروني ده وهو قاعد على مكتبه من خلال اللاكتوب بتاعه أو تليفون هيشوف اللي احنا بنعمله بمعنى هيقدر أنه هو يشوف حضرتك الضغطات اللي هي المزروعة بتاعه والتحليلات اللي احنا عملنا هالو سواء كانت تحليل الملوحة تحليل صحة النبات الحصاد اللي احنا بنتبع الحصاد وبنتطلع له الكميات حتى حضرتك المحطة راح الكمير المحصول دي راح يتقن المحطة هو يوميا حضرتك بيقدر أنه هو يشوف الكلام ده فأصبح ومن خلال اللاكتوب بتاعه فأصبح أنه حضرتك كده أنا خليت أنا شارفت يعني اللي أنا بشوفه أنا خليت المستثمر أو المصدر بيشوفه بكل سهولة ويصف وعلى أساس أنه هو يقدر أنه كمان يتابع كل البيوتات اللي هو داخل فيها أثناء المصدر أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتورة نجلاء بلاب المدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس ويمكن المشروع لي يعني دور كبير جدا في زيادة صادرات مصر الزراعية من محصول هام وهو محصول البطاطس اللي بيعد من أهم المحاصيل التصديرية يمكن هو بيحتل المركز الثاني بعد الموالح زي ما أكدت الدكتورة نجلاء بلاب مشاهدينا خلال حلقة النهاردة من برنامج تريند زراعي تم يعني منقشة عدد من الموضوعات اللي بتهم القطاع الزراعي والبيئي وأيضا عدد من الموضوعات اللي كانت حديث مواقع التواصل الاجتماعي بين المستخدمين خلال الفترة الأخيرة وكان أهمها مائدة الإفطار اللي تم تنفذها في منطقة المطارية بمحافظة القاهرة واللي يعني لاقت استحسان وإعجاب عدد كبير جدا من المواطنين مش بس في مصر لكن التفاعلات كانت برا مصر وتعرفنا من الأستاذ محمد مفتاح وهو أحد المنظمين لهذا الحدث الهام ويعني اللي بيين أن دي مصر اللي بجد أكد لنا أن الشغل بيتم من السنة للسنة وبيتم التعاون بين كل أهالي المنطقة كمان اتكلمنا عن موضوع مهم جدا وهي الطماطم المجففة واللي بيتم تصديرها لعدد كبير جدا من الدول الأوروبية وأيضا عدد من دول القارة أمريكا الجنوبية خاصة أن مصر بتحتل المركز الخامس عالميا في إنتاج وتصدير الطماطم ونجاح كبير بيتم من خلال البرنامج القومي لإنتاج تقاوي الخضر في إنتاج تقاوي من محصول الطماطم وديه هجن محلية والعدد كبير جدا من محصيل الخضر المختلفة كمان اتكلمنا عن موضوع مهم وهو موضوع أن مصر بتحتل المركز الأول في تصدير طرود نحل العسل الحي وده موضوع مهم جدا بيعود بالنفع على عدد كبير جدا من المواطنين العاملين في هذا القطاع الهامل اللي بيمثل من أهم المشروعات الصغيرة للشباب وأيضا المرأة المعيلة في عدد من القرى كمان في قرى بتقوم على مهنة نحل العسل كمان لأول مرة بيتم انتخاب مصر لمنصب نائب رئيس هاي التدابير الصحة النباتية بالأمم المتحدة وموضوعنا الأهم وهو الزراعة الألية بتستعد لحصاد الذهب الأصفر وهو محصول الأمح هاختم مع حضراتكم من الدكتور عادل الأشقى الرئيس الإدارة المركزية أو رئيس قطاع الزراعة الألية أكد أن هذا العام إن شاء الله بشاير خير وأن المحصول مبشر من محصول الأمح كل الخير لكل المواطنين في مصر ولكل مصر إن شاء الله نلتقيكم بإذن الله على خير يوم الحد القادم في نفس المعاد من الساعة واحدة ونص للساعة تنين ونص مع برنامج تريند زراعي على شاشة قناة مصر الزراعية اشتركوا في القناة